الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يسعدكم في دنياكم وأخراكم وبعد هذا درس جديد من دروس قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب مواقيت الصلاة منه ولعلنا نقرأ عددا من الحديث الواردة في هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قوله هنا عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر أي أنه إذا كان الموسم الذي تكون الحرارة فيه شديدة بأن تكون الشمس حارة قوله فأبرد عن الصلاة أبرد يعني أخروا الصلاة عن أول وقتها ليزول وقت الحر الشديد ويدخل في وقت أقل حرارة وقوله عن الصلاة المراد بها صلاة الظهر قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من نفسها ومن سعة انتشارها ففي هذا الحديث استحباب تأخير صلاة الظهر عند موسم الصيف عند اشتداد الحر وذلك مراعاة لأحوال المصلين وظاهر هذا أنه كما تؤخر الصلاة يؤخر الأذان أيضا ما لم يكن هناك رغبة من المأمومين بخلاف هذا فإن تأخير صلاة الظهر في وقت الحر إنما هو مراعاة لحاجة الناس فإذا كان الأرفق بالناس في وقت شدة الحر أن يبكر بالصلاة قيل بأن التبكير حينئذ أولى مراعاة لحال المصلين حسن الله إليكم قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال كن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأراد مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول ورأي نفي التلول قوله هنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيه رفقة أصحاب الفضل وأهل العلم في الأسفار كما كان الصحابة يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره قوله فأراد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن الظهر ظاهر ما في الأحاديث أن المؤذن هو بلال بن رباح رضي الله عنه وفي الحديث استحباب رفع الأذان للمسافرين وفي الحديث أن المؤذن يأتمر بأمر الإمام خصوصا إذا كان له ولاية وفي هذا الحديث أيضا أنه يشرع تأخير صلاة الظهر في وقت شدة الحر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد وظاهر هذا اللفظ أبرد أنه فعل أمر ولا أصل في الأوامر أن تكون للوجوب إلا أنه إذا كان الأمر لمراعاة حاجة الناس دل ذلك على أنه للاستحباب وتعلقه برغبة وإرادة من كان الحكم قد شريع من أجل تحقيق مصلحته وفي الحديث في قوله إن شدة الحر من فيح جهنم فيه استدلال لأهل السنة الذين يقولون بأن النار موجودة الآن خلافا لبعض المعتزلة الذين يقولون بأن النار لا توجد إلا يوم القيامة وظاهر النصوص القرآنية والنبوية يدل للقول بأن نار جهنم موجودة الآن ومنها حديث الباب وفي الحديث أن حكم الإبراد يتعلق بشدة الحر فالبلدان الباردة لا يشرع فيها الإبراد بصلاة الظهر وهكذا في المواسم غير موسم الحر لا يشرع الإبراد فيها وفي الحديث أيضا أن المسافرين إذا كانوا جماعة استحب لهم أو وجب عليهم أن يؤدوا الصلاة جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه في سفره وفي هذا الحديث بيان مقدار الإبراد الذي يشرع للمؤمن تأخير صلاة الظهر إليه في قوله حتى ساوى الظل التلول بمعنى أنه كان قريبا من وقت صلاة العصار حسن الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذين لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير قوله في هذا الخبر اشتكت النار إلى ربها فيه أن النار موجودة ومخلوقة وأن رب العزة والجلال قد يعذب بها من يكون قد جرى عليه القلم بذلك وقد ورد في بعض الأحاديث أن قبور الكفار يفتح لهم فيها على نار جهنم ليكون ذلك بمرأ منهم ويصلهم شيء من ريحها وقشبها وفي الحديث وفي الحديث قوله أكل بعض بعضا وذلك لشدة هذه النار قوله فأذين لها بنفسين أي ريح تخرجه من نفسها ليكون ذلك سببا لعدم أكل بعضها لبعضها الآخر وفي الحديث أن نار جهنم فيها موسم للزمهرير بالبرد الشديد الذي يقاسي من يصل إليه شدته وفي الحديث أيضا تذكير العباد بنار جهنم ليكون هذا من أسباب هربهم منها بأداء الأعمال الصالحة التي تجعلهم يسلمون من نار جهنم حسن الله إليكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم في هذا من الفوائد كسابقة استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر بتأخيرها عن أول وقتها حتى تذهب وقت فورة الحر وشدته وفي الحديث أن التأخير هذا خاص بصلاة الظهر جماهير أهل العلم على أن الإبراد من المستحبات وليس من الواجبات وصرف الأمر هنا في قوله أبرد عن ظاهره حيث أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وصرفه إلى الاستحباب قالوا لأنه إنما جاء هذا الأمر لرفع توهم استحباب أداء صلاة الظهر في أول الوقت عند شدة الحر ومن الأسباب التي تصرف الأمر عن الوجوب أن يريد الأمر لرفع توهم عند المكلف مما يدل على أن الأمر ليس على الوجوب صلى الله إليكم قال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل الصبح وينفتل وأحدنا لا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلض الظهر الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس إذا زالت والعصر وأحدنا يذهب إلى رحله في أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها هذا الحديث فيه بيان أوقات الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الباب وقوله كان النبي كان هنا تفيد التكرار والمداومة والاستمرار على هذا الفعل قوله يصل الصبح يعني صلاة الفجر قوله وينفتل يعني ينصرف من صلاة الفجر وأحدنا لا يعرف جليسه وذلك من شدة الظلمة فقد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بغلس ففي هذا دلالة لمذهب الجمهور بأن الأفضل في صلاة الفجر التبكير بها بحيث تصلى بغلس وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وخالفهم الإمام وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فاستحب تأخيرا صلاة الفجر واستدل أصحابه على قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر الجمهور قالوا بأن قوله أسفروا يعني بكروا بها فإن العرب تستخدم الإسفار ولفظ الإسفار في التبكير بالشيء وقوله أحدنا لا يعرف جليسة يعني من يصلي بجواره وفيه محافظة الصحابة على أداء صلوات الجماعة وقوله ويقرأ فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الفجر ما يدل على أن المشروع فيها الجهر بالقراءة وقوله ما بين الستين إلى المئة يعني من الآيات المتوسطة من الآيات المتوسطة فهذا حساب لمقدار ما كان يقرأه في صلاة الفجر مما يدل على استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر وظاهر هذا أنه كان يبكر بإقامة صلاة الفجر وأنه لم يكن بين أذان الفجر والإقامة إلا الوقت اليسير فكونه يقرأ هذا المقدار وإذا انصرفوا لا يعرف أحدهم جليسه مما يدل على أنه كان يضع وقتا يسيرا بين الأذان والإقامة وفي هذا دلالة على أنه كان يبكر بأداء صلاة الفجر وصلاة الفجر تكون بطلوع الفجر يبتدئ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر وطلوع الفجر له ثلاث مراحل المرحلة الأولى بدء طلوع الفجر والمرحلة الثانية توسط الفجر في كبد السماء المرحلة الثالثة انتشار النور في آفاق السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الفجر حين انبثق نور الفجر فدل هذا على أن ما يشيعه بعض الناس من أن الفجر إنما يكون بعد انتشار ضوئه في السماء يخالف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى عند بزوغ أول نور الفجر وفي هذا الحديث أيضا بيان الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فإنه كان يبكر بها فيصليها بعد الزوال مباشرة وظاهر ما سبق من الأحاديث أن التبكير بصلاة الظهر في غير وقت شدة الحر وفي هذا الحديث تسمية صلاة الظهر باسم صلاة الهجير وتسميتها بالصلاة الأولى وقد استدل طائفة بهذا الحديث على أن المراد بقول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لكونه سماها الأولى وبعضهم استدل بهذا الحديث على تفسير الصلاة الوسطى بأنها صلاة المغرب لأنها هي الوسطى إذا اعتبرنا صلاة الظهر هي الأولى والجمهور على تفسير لفظة الصلاة الوسطى بأن المراد بها صلاة العصر وقوله حين تدحض الشمس أي حين تزول من كبد السماء إلى جهة المغرب وفي الحديث أيضا استحباب تبكير الإنسان بصلاة الفجر وأن وقتها يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله وهذا مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وقد قال الإمام أبو حنيفة بأن وقتها لا يبتدئ إلا من صيرورة ظل كل شيء مثليه ومذهب الجمهور أقوى لأدلة منها حديث الباب فإنه قال وأحدنا يذهب إلى رحله في أقصى المدينة ويرجع والشمس حية وفي هذا الحديث من الفوائد معرفة الأوقات بما يمكن فعله فيها من الأفعال وفيه أيضا حساب الوقت بالمسافة التي يقطعها الإنسان على قدميه وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الراوي إذا نسي جزءا من حديثه فإن هذا لا يلغي الاستفادة من بقية الحديثة فإنه لما نسي الراوي هنا ما يتعلق بصلاة المغرب لم يكن ذلك سببا في إلغاء بقية مدلول هذا الخبر وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل المغرب بعد غروب الشمس وقوله وكان يستحب أن يفضل ويندب نفسه إلى تأخير صلاة العشاء وقوله التي تدعونها العتمة قد ورد في الحديث النهي عن تسمية صلاة العشاء بهذا الاسم فقال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فتقولوا العتمة فدل هذا على أنه ينهى عن استعمال هذا اللفظ ولكن لما ظن الراوي أن من يستمع إليه لا يعرفون إلا هذا الاسم نسب تسمية الصلاة بهذا الاسم إليهم من أجل أن يعرفوها في الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخرها إلى ثلث الليل وقد ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري في ثلث الليل والقول الثاني في المسألة أن وقتها الاختياري ينتهي بمنتصف الليل وهذا القول أرجح وأقوى من القول الأول لعدد من الحديث التي تدل على أن وقت العشاء يستمر إلى منتصف الليل منها هذه الرواية فإنه في بعض رواياته قال إلى شطر الليل وفي الحديث كراهية النوم قبل صلاة العشاء وفيه أيضا كراهية السمر والسهر والحديث بعد صلاة العشاء بحيث تكون صلاة العشاء مفرقة للناس ليذهبوا إلى مواطن هجوعهم ومنازلهم حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليبين أنه ليس في حالة سفر قد ورد في بعض الروايات أيضا بيان أن ذلك لم يكن حال مطر ولذا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين صلاتي الظهر والعصر بأدائها بثمان ركعات بأربع لصلاة الظهر وأربع لصلاة العصر كما جمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبع ركعات ثلاث للمغرب وأربع للعشاء والعلماء قد وقفوا من هذا الحديث مواقف متعددة أشهرها أربعة مواقف الموقف الأول قال بأن الجمع بين هذه الصلوات جمع صوري كأنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر لأول وقتها وبالتالي قيل بأنه جمع بينهما وهكذا في المغرب والعشاء فسدل بذلك على تأخير صلاتي الظهر والمغرب إلى آخر وقتهما وهناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لوجود المطر ولكن ذلك ينافي بعض روايات الخبر التي قال فيها جمع من غير سفر ولا مطر والقول الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين هذه الصلوات من أجل بيان جوازي ذلك في غير حال الاضطراغ قول الرابع يقول بأن المراد بذلك حالة الحرج وشدة الحال وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث عند الإمام مسلم أن ابن عباس سئل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج على أمته ولذا قال أكثر أهل العلم عن هذا الخبر بأن المراد به عند وجود الشدة والضيق والحرج جاز الجمع أما الجمع في غير ذلك فإنه مما يمنع منه ويدل عليه قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في يومين في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت بين هذين مما يدل على أنه لا يجوز الجمع بين هذه الصلوات لغير معنى مقصود للشارع أحسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال فيأتيهم والشمس مرتفعة ويخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فنجدهم يصلون العصر قوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ظاهره مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفيه بيان وقت صلاة العصر ومما يدل على رجحان مذهب الجمهور فيأن وقت العصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله وفي الحديث أيضا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصلوات في أوائل وقتها وفي الحديث أيضا اعتبار حال الشمس في معرفة الأوقات وهكذا أيضا ما يتعلق بمعرفة الأوقات بما يقطع في أثنائها من المسافات وقوله فيذهب الذاهب إلى العوالي هكذا في بعض الروايات والمراد عوالي المدينة لأنها كانت أعلى من غيرها وفي بعض الروايات قال إلى قبا قال هنا وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال الميل كيلو وثلثاء الكيلو كيلو وثلثاء الكيلو مما يدل على أن المقصود هنا ستة كيلو وثلثان وقوله فيأتيهم يعني أنه يذهب ويعود والشمس لا زالت مرتفعة وقوله ويخرج لإنسان إلى بني عمر بن عوف وهي ضاحية من ضواحي المدينة مما يدل على جواز تعدد الجماعات في المدينة الواحدة إذا كان لكل منها مكان للصلاة وفيه وجود أكثر من مسجد تصلى فيه الصلوات جماعة في المدينة الواحدة قوله فيجدهم يصلون العصر فيه تفاوت الجماعات التي تؤدي فرائض الصلوات في وقت أدائها للصلوات وأنهم لم يكونوا يؤدونها في وقت واحد وإنما يوجد تفاوت بين الأوقات التي يؤدون بها هذه الصلوات السلام عليكم قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه قول أبي أمامة صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر فيه دليل على اعتبار الناس في الزمان الأول فعل عمر بن عبد العزيز لما يشاهدونه من حال العدل عنده وظاهر هذا أنه كان يؤخر صلاة الظهر إلى واخر وقتها وهناك فارق بين وقت أداء عمر للظهر ووقت أداء أنس لصلاة العصر وهو وقت انتقالهم من هذا المكان إلى ذاك فكأن أنس كان يؤدي صلاة العصر في أول وقتها وفي هذا أخذوا العلم من أنس بن مالك وحرصوا أنس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على استحباب أن يحرص الإنسان في صلاته على أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحديث استحباب أداء صلاة العصر في أول وقتها وفيه دلالة لمذهب الجمهور في أول وقت العصر خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا ملأها الله تقوا وإيمانا وعلما كما نسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلهم متمسكين بدينه وشرعه وسائرين على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى موسيقى